السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم او خير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض على حضراتكم طريقة تعرف بيها اي نوع خط اه مستخدم في صورة او في اي تصميم مهما كان نوع الخط او مهما كان نوع الصورة او مهما كان نوع التصميم لو حضرتك حبيب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو للنهاية طبعا زي ما قلت الحضراتكم في الاول احنا ممكن نشوف خط معين نوع جبيه ونحب نعرف نوع هزا الخط عشان نستخدمه في الكتابات بتاعتنا على جهاز الكمبيوتر او في تصميم بعض من الصور او اه اللي هي الورد او اي برنامج انت بتستخدمه للكتابة على جهاز الكمبيوتر بتاعها على سبيل المثال الخط ده اه انا شفته على الانترنت وعجبني جدا لانه هو خط زي ما يكون اه مكتوب بخط الايد طيب هنعرف نوع الخط ده ازاي ده اللي احنا هنتعلمه في الفيديو ده مع بعض تابع معي الخطوة الاولى اللي احنا هنعملها ان احنا هنفتح المتصفح بتاعنا ونيجي في خانة البحث اللي فوق ديت نضع الرابط بتاع الموقع ده الموقع اسمه تمام كده وبعد كده نضغط على انتر من لوحة المفاتيح وننتظر لحديث ما صفحة الموقع تحمل معانا وتفتح لحظات بسيطة تابع معين بعد ما الموقع فتح معانا هنبدأ نضغط على كلمة جديد وننتظر لحديث ما يتم استعراض جهاز الكمبيوتر الخاص بهنا طبعا هبكون مجهز صورة الخط اللي انت عايز تعرف نوعه وبعد كده تنزل هذا الخط وتثباته على جهاز كمبيوتر بتاعك فانا مجهز الصورة هدى اضغط على كلمة اوبن وتنتظر حضرتك لما يتم تحميل الصورة في الموقع زي ما حضرك شايف كده تم تحميل الصورة في الموقع تبدأ تضغط على كلمة فاص تمام كده هوت هتبدأ تحدد له كلمة واحدة بس في الخط فانا هبدأ احمله كلمة آآ ملهم تمام كده هوت هبدأ احرق بالماوس بتاعي لحديث ما اجي اختار الكلمة اللي انا عايزه تدور لي عليها في الخط هي اتحدد كلمة واحدة حضرتك ما تحددش اكتر من الكلمة عشان توصل لنوعية الخط بعد محددت الكلمة دي تتبدأ تكتب الكلمة اللي انت حددتها انا اخترت كلمة ملهم هفا ابدأ اكتب له كلمة ملهم تمام وبعد كده تضغط على التالي وتنتظر هيبدأ يقول لك حدد لي لون النص تبدأ تقف على اي جزء في الخط تضغط هو حدد لي هنا كده اللون بتاع النص اللون اسود هبدأ اضغط على التالي تمام هيبدأ يقول لك حدد الخلفية تيجي في اي مكان فاضي في الخلفية بتاع الصورة وتضغط تمام كده هوت هيحدد طبعا ان لونها ابيض الخطوة اللي بعد كده ان انت حددها تروح تضغط على كلمة اسمها اطلق الحشرة هيبدأ يعمل عملية بحث عن كل الخطوط المشابهة للخط ده ويبدأ يستعرضها على حددتك وهيحدد لك اا اكتر خط مشابه ازا ما كانش هيجيب لك نفس الخط بزفر تابع معي انا انتظر لحظات بسيطة لما يبدأ يستعرض معي الخطوط المشابهة للخط اللي انا بدور عليه في الغالب هيجيب لي نفس الخط تابع معي زي ما شوفت حدرتك كده بدأ يستعرض علي كل الخطوط المشابهة للخط اللي انا كنت بدور عليه زي ما حدGs شايف اول a خانة من الخنات اللي وجبها لي نفس بالز snapshot الخط اللي انا كنت بدور عليه اللي انا كنت بستعرضه في الصورة زي ما حدرك شايف كده نفس الخط ونفس الكتابة لو انا هبدأ اجيب لك الصورة اللي انا كنت استعرضتها عليك في الاول تمام كده هافتحها ووريها اترى لحضرتك عشان ابيان لك ان الموضوع ضفيق جدا. دي الصورة اللي انا كنت بدور عليها زي ما شايف كده كلمة ملهم. تابع معي هفتع الموقع. شايف? جاب لي نفس الخط نفس البنت. مرة خط سميق ومرة خط رفيع. وبدأ العديد من الخطوط المشابهة. طبعا هو طبعا النتيجة اللي ظهرت معي في اول خانة بحث هو ده الخط بالضبط اللي انا كنت بدور عليه. اللي هو الخط ده. طيب. عايز بقى اثبت الخط عندي على جهاز الكمبيوتر عندي خيارين. يا اما اللي هو جوجل يا اما عرب فانا هختار اللي هو بتاع جوجل ونجرب كده مع بعض. تمام كده? زي ما حدرك شايف كده ظهر معي على تون نفس الخط اللي انا كنت بدور عليه. هبدأ اضغط على تحميل. تمام كده? هيبدأ يستعرض لي الخط. ده الخط اللي انا بدور عليه. هبدأ اضغط على كلمة آآ تحميل مباشر. تمام كده? وانتظر. لحظات بسيطة. تمام? زي ما حدرك شايف كده تم تحميل الخط. هضغط على كلمة فتح. تمام? هقفل بقى الموقع انا مش محتاجه. ظهر معي الخط اللي انا كنت بدور عليه. طيب اثبته ازاي على جهاز الكمبيوتر بتاعي? كل اللي انت هتعمله وتضغط على كلمة تثبيت. تضغط على كلمة تثبيت. هو بيقول لك يتم الان تثبيت الخط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. كده انا ثبت الخط اصبح موجود عندي ممكن استخدامه. تابع معي الفيديو. بعد ما ثبتنا الخط على جهاز الكمبيوتر هنفتح برنامج الورد عشان نبدأ نستعرض ليكم الخط. هبدأ اقبر الفونت. آآ خليه مسلا ستة وتلاتين عشان يبقى الخط آآ باين. تمام? هنا ممكن تختار اللون اللي انت حابب ان انت تستخدمه. آآ افطرد مسلا انا اختار اللون الاحمر. تبدأ تدور هنا على الخط اللي انت سبتتو. زي ما حدرك شايف كده الخط هنا ظهر معيه. هو طبعا آآ اوله م او ال اتش اي ام. هبدأ اختار الخط ده. وابدأ اكتب كلمة آآ ملهم اللي كانت موجودة في الورقة. شايف حدرتك? آآ طلع بالضبط نفس الفونت. هبدأ اكبر ليك وعشان اكدلك الكلام اللي انا بقوله. زي ما حدرك شايف كده? ده نفس البونت اللي كان موجود في قلب الصورة. هبدأ استعرض عليك الصورة مرة تانية وتابع معي. بصوا حضرتك الصورة. هفتح معاك الصورة اللي انا كنت بدور آآ على نفس البونت فيها. او نفس الخط آآ كلمة ملهم هاي اللي موجودة في الصورة. هبدأ افتح ليك ملف آآ الورد. عشان اكدلك نفس الفونت المستخدم في الصورة. آآ طبعا آآ طريقة سهلة وبسيطة جدا ان انت تتحصل على اي خط آآ انت شفته في قلب صورة او في اي تصميم. وحابب ان انت تستخدمه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. طبعا آآ بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. ارجو طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان يوصلك من كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركتو.